وللمزيد ينضم إلينا من الجزائر مراسل التلفزيون المصري علاء رشوان علاء بعد التحية ضعنا في آخر تفاصيل الاستعدادات للقمة العربية وأبرز نشاطات وزير الخارجية على هامش هذه الاجتماعات التحضرية نعم هذا النشاط المكسف الذي أبداه وزير الخارجية سامح شكري انتهى بهذا اللقاء الذي أشرت إليه يوسف والذي جاء في أعقاب ختام الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية لاستكمال مشاورتهم حول صياغة جدوى الأعمال القمة العربية ورفع مشروع إعلان جزائر الذي سوف يقدم ويرفع إلى القادة العرب المجتمعين في قمة ما التي سوف تنطلق غدا على مدار يومين الثلاثاء والأربعة مصادر خاصة صرحت لتلفزيون المصرية بأن هذا الجدول يتضمن 14 إلى 19 بند سوف ترفع جميعها إلى القادة العرب للنظر في إقرارها ومن ثم تتحول إلى أعلان الجزائر وثيقة عمل تلزم الدول العربية بصياغة خارطة طريق للتضامن العربي حيال هذه القضايا مجتمعة طوال هذه الدورة أو طوال هذا العام أولى القضايا التي تصدرت جدول الأعمال الذي سوف يرفع له السادة القادة والزعماء والملوك والرؤساء العرب القضية الفلسطينية والتأكيد على أهمية ومركزية هذه القضية بالنسبة للدول العربية الأمن الغذائي في إطار الأزمات الاقتصادية العاصفة التي تعصف بالمنطقة العربية وبالإقليم وأيضا بالعديد من الدول العالم التأكيد أيضا على أمن الطاقة وبالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي لتقليل حدة الأزمات الاقتصادية الرهنة بالإضافة إلى التعامل والتعاطي مع تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الجدول الأعمال أيضا سوف يتضمن التأكيد على مكافحة الإرهاب وأهمية تكاتف جهود المجتمع العربي مع الدول العالمية أو الدول الفاعلة والأطراف الفاعلة في هذه القضية بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأيضا منع التدخلات والدعوة إلى منع ووقف التدخلات الأجنبية في كل من ليبيا واليمن والحفاظ على الاستقرار السياسي في هاتين الدولتين عبر إقرار مصار سياسي يضمن تحقيق السيادة الكاملة لكل من اليمن وأيضا ليبيا بالإضافة إلى كل هذه القضايا كان هناك نقاش مستفيد حول الجوانب الاجتماعية وأيضا الجوانب الاقتصادية والجوانب الثقافية في هذه الأثناء يستمر توافد وصول القضاء ورؤساء العرب المزمع مشاركتين في هذه القمة كان آخر الواصلين كان عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانية ومن قبله رئيس العراق الجديد عبداللطيف رشيد وأيضا رئيس مجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي وبالإضافة إلى رئيس مجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي تأكد مشاركة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة نيابة عن ولي العهد المغربي وأيضا تأكد مشاركة وزير الخارجية السعودي نيابة عن ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان ووصل نائب رئيس مجلس الوزراء في دولة أو مملكة البحرين نيابة عن ملك البحرين وأيضا المبعوث الرسمي الخاص لسلطان عمان ممثلا لسلطانة عمان في هذه الاجتماعات الهمة ويتوالى وفود الرؤساء والزعماء والقادة العرب إلى ظهر غد لتنطلق هذه القمة بعد أن يلتأم كل المشاركين فيها بحلول الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة في جلسة افتتاحية علنية سوف يتسلم خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئاسة الدورة الحالية الحادية والثلاثين من الرئيس التونسي قيس سعيد الرجلان أو الرئيسان سوف يلقيان كلمة افتتاحية ومن بعدهما الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط يلقي كلمة الجامعة في هذه الجلسة الافتتاحية وترفع الجلسة لتلتأم مجددا في جلسة مغلقة سوف يتوالى خلالها كلمات الرؤساء المشاركين في هذه القمة وتبدأ فعاليات اليوم الثاني من أيام القمة يوم الأربعاء بجلسة افتتاحية في تمام الساعة الثانية عشر زهرا تعقبها جلسة تشاورية تعقبها أيضا جلسة ثالثة علنية وأخرى رابع مغلقة لتختتم فعاليات القمة العربية الحديثة وثلاثين بمؤتمر صحفي يتلو خلاله وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة البيان القمة أو أعلان الجزائر وأيضا يلقي الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة الجامعة في هذا المؤتمر الصحفي ويقوم بالرد على أسئلة الصحفيين كل هذه الفعاليات تتواصل بالتوازي مع عدد كبير من اللقاءات الصنعية التي تجرى على الهامش ما بين وزراء الخارجية العرب وما بين أيضا رئيس الجزائر ورؤساء الضيوف على الجزائر هذه النقاشات وهذه الاجتماعات تهدف في الأساس إلى خروج قمة الجزائر كما وصفها الأمين العام لجامعة الدول العربية لتكون قمة لم الشمل العربي وقمة تسعى أيضا لتوحيد مصاري العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة بالنظر إلى التحديات السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية نعم الزميل علاء رشوان مراسل التلفزيون المصرية كنت معنا من الجزائر شكرا جزيلا لك على هذه الجولة المفصلة